اشتركوا في القناة شركة مصر العقارية برأس مال يبلغ 20 مليون دينار ومن بين الشركات التي تم ترخيصها شركة هاي رايز العقارية التي تملكها شركة فينيكس العقارية برأس مال 5 ملايين دينار وشركة سباوندر العقارية بـ 50 ألف دينار وشركة جيه داس الاستشارات بمليون دينار وشركة كونال سينج للعقارات بمليوني دينار وشركة تمراز العقارية بـ 5 ملايين دينار أظهرت نتائج مؤشر بيكر مكنزي عن عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود نموا في المعاملات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من العام الجاري بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 17 مليار دولار وهي أعلى قيمة لعملية دمج واستحواذ منذ عام 2015 هذا وقد استحوذت الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر في عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني حيث تجاوزت قيمة الصفقات 16 مليار دولار فيما جاءت البحرين في المرتبة الثانية بقيمة صفقات بلغت 571 مليون دولار وقد أكد مؤشر بيكر مكنزي انخفاض المؤشر العالمي الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ كل ثلاثة أشهر إلى 218 نقطة بالربع الأول من العام الجاري متراجعا بنسبة 17% عن الربع السابق جدير بالذكر مشاهدين أن عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في الربع الأول من العام 2017 شكلت منسبته 49% من حيث القيمة و35% من حيث الحجم لجميع العمليات حيث كانت أمريكا الشمالية ملاذا آمنا في الربع الأول من العام الجاري فيما شكلت الولايات المتحدة الأمريكية منسبته 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في كافة المنطقة والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة مع فقرة البورصة ومع إغلاقات البورصة الخليجية لنهاة تعاقدات هذا اليوم نبدأ مع السوق السعودية التي أغلقت على انخفاض في المنطقة الحمراء من انخفاض نسبته 43% أو أقل من 43% وحيث بلغت نسبة الأغفال أو نقاط الأغفال 7227 نقطة فيما أقفلت بورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.15% عند مستوى 6832 نقطة وذلك عائد لقوة التداول على الأسهم المدرجة في قطاعي الخدمات المصرفية والبنوك التجارية نتحول إلى بورصة أبو ظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما بسيطا دون العشر نقطة مئوية مدعوما بقوة التداول على أسهم قطاعي العقارات وأيضا الطاقة وبخلاف ذلك جاء سوق أبو ظبي المالي في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.13% عند مستوى 3594 نقطة فيما أقفل سوق مسقط الأوراق المالية بارتفاع بنسبة ضئيلة جدا عند مستوى 4997 نقطة بوسط المحلية مشاهدين أقفلت على انخفاض أو أقفلت على ارتفاع في المنطقة الخضراء عند مستوى 1334 نقطة بارتفاع نسبته أكثر من نصف نقطة مئوية عن معدل الأقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مشاهدين 1.588.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 390.000 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 84 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 43% للقيمة الجمالية للأسهم كشف تقرير أمريكي أن مستقبل قطر سيكون مظلما وأن الدوحة بصدد مواجهة أزمات ضخمة إذا استمرت الأزمة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وبحسب التقرير الذي نشره موقع فوكس نيوز الأمريكي فإنه على الرغم من إدعاء الحكومة تماسكها إلا أن ثباتها على موقفها يخفي وراءه مأساة اقتصادية قد تصيب الدوحة لأن الاقتصاد القطري متداخل بقوة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقطعة وفي قطر أيضا حيث انخفضت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات بنسبة 17% في الربع الثاني من عام 2017 الجاري وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى ما يقارب 217 مليون ريال قطري كما انخفضت أرباح الشركة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 18% وصولا إلى 408 مليون ريال قطري وأرجعت شركة سبب تراجع الأرباح لانخفاض إرادات سفن المؤجرة إلى جانب تأثير إعادة التقييم بنهاية العمر الافتراضي للسفن